قرآن وواقع رحلات يومية من واقع الإنسان إلى حقائق الإيمان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقيني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلطة الحل والحرمح لله وحده أي التحليل والتحريم أيها الإخوة الإنسان اجتماعي بطبعه ومعنى اجتماعي أنه يعيش في جماعة ليس كالحيوان له غريزتان أساسيتان الطعام يذهب للمرعى فيأكل أو للفرسته فيفترس ثم يعود فينام وينسل وينكح لا الإنسان له دوافع متعددة وله غرائز وأتاه الله عقلا كي يفكر ويختار فاختار بين أمرين هذا أفضل أو هذا أفضل هذا ضار أو هذا نافع هذا الطريق مفيد يعيش في سعادة مع الآخرين أو لا فالإنسان اجتماعي بطبعه وخلقته لا يستطيع أن يؤمن جميع حاجياته بمفرده بل هذا يضحن وهذا يخبز وهذا يعلم وهذا يكتب وهذا فيتعاون الناس جميعا في مجتمع متكامل من الذي يبين قواعد هذا المجتمع أي من الذي يقول للناس هذا حلال فيحق لكم أن تفعلوه أو لا تفعلوه وهذا حرام اجتنبوه ولا تفعلوه من إذا وضعه إنسان فنكون عبيلا لهذا الإنسان ولذلك ربنا تبارك وتعالى قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم هو الذي خلق الخلق وهو الذي يحكمهم ولا مجال لأحد ولا يسمح الله لأحد أن يتسلط عليهم بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر فقال الله تعالى وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَةِ هَذَا حَلَانٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ إنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ متاع قليل ولهم عذاب أليم أي عذاب مؤلم أيها الإخوة الأكارم لو أن أحدا منح أحدا أرضا فيها مزروعات وأشجار وثمار وغزروع وأبقار مزرعة كبيرة ضخمة فيها من كل الثمرات فقال لهذا الشخص الآخر اسكم في البيت الذي فيه هذه المزرعة في هذه الأرض وعمل فيها ونفذ الخطة الفلانية في الصيف تسقي أشجار أن في الخريف تزرع المزروعات من القمح والشعير وكذا الشعير للدواب الأبقار تحلبها وتستفيد من لبنها تبيع بعضه وتشرب بعضه وإلى آخره ولك أجر كذا وكذا نصف المحصول لك ربع المحصول لك ثلاثة ربع المحصول لك أي أن كان يعني فهل يحق لهذا الشخص أن يقول عندما يأتي الشتاء أن ما لعبد له فلان يقطع من الأشجار ويحرقها في الصوبة حتى يستدفئ هل يجوز له ذلك هل يجوز له أن يقول أنا حر أنا يا أخي أمشي على دين فلان على منهج فلان الذي قاله ما لعلاقة أنا الشقي في الأرض لو لا أنا لما كانت هذه الأرض الأرض كانت قبله والزراعة كانت قبله والأشجار كانت قبله فاستلمها جاهزة ومسخرة له وطلب منه مالك الأرض أن يتصرف كذا وكذا فإذا خالف مالك مالك الأرض وخرب الأرض فذبح الأبقار بحجة أن يأكل لحمها ويتلذذ لا يكفيه الحليب واللبن هل يجوز له ذلك لا لا يجوز له أن يخرج عن سلطان صاحب الأرض بل يمتنع عما منعه صاحب الأرض ويأتمر بما أمره به صاحب الأرض وهذه الأرض التي نعيش عليها أيها الإخوة هي لله ونحن خلقنا عليها ولم نخلق الأرض ولم نخلق أنفسنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنوا فالخالق هو الله والأرض ملك الله فالله قال لنا افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فلا يجوز لبشر من الناس أن يكذب على الله ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام أي الوصف الكذب عندما تقول هذا ممنوع تقنن أشياء مخالفة لأمر الله ما أحله الله تقول ممنوع وما حرمه الله تقول هذا مباح فهذا صفة الكذب الذي يكذبون به هذه سلطة الله لا يجوز لهم أن يتعدوا عن سلطة الله إن حكم إلا لله فلا يجوز أن يقولوا هذا حلال وهذا حرام وقد وضعنا قوارين ووضعنا كذا القوارين التي تضع ينبغي أن تكون موافقة لأمر الله لا لأمر شياطين الإنس والجن من أصحاب الشهوات الذين قال عنه الله تبارك وتعالى ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميدا عظيما ولذلك من يحرم ما أحل الله ويحل ما أحرم الله افتر على الله الكذب هذه سلطة الله وليس سلطة البشر لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون أي لا ينجون من عذاب الله تبارك وتعالى في الآخرة فالله تبارك وتعالى خلق الناس وميزهم بالعقل وطلب منهم أن يتحرروا من العبودية للمخلوق وأن يكونوا عبادا للخالق فالله هو الحاكم والأحكام التي ينزلها هي التي ينبغي أن ينفذها الناس ليعيشوا سعداء أحرار أما أن يأتي طواغيت من البشر فيفرضون على الناس فيقولون هذا حلال وهذا حرام فهذا ليس من المنهج السوي وليس المجتمع الذي يكون فيه هذا الظلم والبغي والطغيان ليس هذا مجتمعا إنسانيا فاضلا إنما يكون مجتمعا فيه المذلة للناس وفيه التعاسة لهم قد أصحاب الشهوات يحصلون شهواتهم عندما يتذللون إلى الطاغوت فيطيعونه فيما يريد من أجل أن يصلوا إلى أهوائهم يبيح لهم الخمر يسرون بذلك ولكن يتمتعون متاعا قليلا ثم ولياذ بالله تعالى لهم عذاب مؤلم في الآخرة لذلك ختم الله الآية بقوله متاع قليل ولهم عذاب أليم أي لهم عذاب مؤلم شديد إلى موجع نسأل الله تبارك وتعالى العافية فعلى الإنسان العاقل أن يعلم أن العبودية لله وأن الحكم لله لا نقصد الحكم لله أيها الإخوة فقط في نظام الحكم شيء معين لا الحكم لله في كل أمر أمر فيه سواء بمعاولاتنا مع أزواجنا مع أولادنا مع المجتمع في علاقاتنا التجارية في كل حكم حكم به الله تبارك وتعالى ما أحله الله فهو حلال وما حرمه الله فهو حرام هذا معنى إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كنتم مع قرآن وواقع والشيخ الدكتور عبد الله سلقيني اشتركوا في القناة